موسيقى موسيقى ما نجهله عن حياتنا الأبدية هذا موضوع من أهم المواضيع اللي بيواجهه الإنسان في الحياة هذا الموضوع اللي شغل شعوب وأمم كثيرة من بداية المصريين القدماء كانوا بيبنوا الأهرامات لأنهم كانوا يؤمنوا بالحياة بعد الموت وهكذا إذا بتدرس حضرات وخلفيات قديمة بتشوف أن الكل بيبحث عن نفس الموضوع الحياة بعد الموت واليوم رح يكون حديثنا عن ما نجهله عن حياتنا الأبدية في معلومات اللي هي مغلوطة بتنتشر بين الناس بالموضوع اللي بيتعلق بالحياة الأبدية أو ما يتعلق بالسماء وفي ناس يمكن ما بيعرفوا الامتيازات وحقوقهم في هذا الموضوع في موضوع الحياة الأبدية وموضوع السماء فالحياة الأبدية ما هي كيف ندخل إليها ما هو شكل المؤمن أو حياة المؤمن في السماء كيف سنكون وماذا سنكون وكيف نحيا وأسئل كثيري اللي بتدور في ذهن الإنسان ولا سيما بنتعامل مع موضوع إحنا يعني ما حد فينا طلع على السماء حتى يخبرنا ولكن في الكتاب المقدس في كلمة الله في الرب يسوع المسيح بيعطينا ولو هيك قبس عن الحياة الأبدية الجميلة الجذابة وأنا أصلي أنه اليوم أنه تكون من نصيب كل واحد بشاهد هذه الحلقة أنا بدعوك أنك فعلا تستمع للحلقة اليوم بذهن مفتوح وتصلي تقول له يا رب أنا فعلا عايز الحياة الأبدية كيف ممكن أحصل عليها وهذا الموضوع رح نجاوب عليه بعد قليل ولكن ابقوا الآن معي سأعود بعد هذا الفاصل القصير ترجمة نانسي قنقر أهلا أحبائنا مشاهدينا في كل مكان أنتم تشاهدون برنامج ليكن نور بث مباشر على القناة الفضائية قناة الحياة ويصر أن أستضيف أخ صديق عزيزة على قلبي خادم الرب شخص مميز اللي فعلا رح يكون برك لنا في هذه الحلقة يصر أن أستضيف دكتور القص نيكولا ياسمين هو راعي الكنيسة الإنجلية المعمدنية الكتابية في مونتريال وأيضا هو متخصص في علم النفس والمشورة المسيحية أهلا وسهلا أسيس نيكولا أهلا فيك خيي المحبوب شكرا كثير لأجل دعوتك وبحب أن نرحب كمان بكل ضيوفنا وأحبائنا الموجودين معنا بهذه اللحظات أول ما تسمع الجملة ما نجهله عن حياتنا الأبدية إيه اللي بتدور في ذهنك كخادم للإنجل؟ هالكتاب المقدس بعهديه القديم والجديد مقبل المسيح وما بعده 66 كتاب سفر مدونين لألنا ألاف الصفحات كلها تتعلق ب 60, 70, 80, 90 سنة حنعنش على الأرض وكل ما يصف لنا في الكتاب عن حياتنا في السماء قد لا يتجاوز الأربع صفحات في صفحتين بآخر رؤي يحنى وأي هنا وهناك وكأني أشعر بأن الله يقول لنا اهتموا كيف تعيشون على الأرض بحياة القداس والإيمان بحسب تعليماتي ووصيائي وتؤمنوا به وتحصل على الحياة الأبدية والسماء عليها مفاجأة لي سلسلة مفاجآت الأبدية يعني ببلايين مليارات السنين سنحياها عندنا قبس صغير من هنا وهناك سنتأمل ببعضها اليوم لكن خلينا قبل ما نروح للسماء خلينا على الأرض في البداية أنه قبل ذهابنا إلى السماء المشاهد وطبعا المشاهدين بتوعنا من كل الخلفيات من كل الطوائف من كل الجنسيات والبرنامج بيوصل من أستراليا لكل أنحاء العالم رب يبارك بيسأل نفس السؤال طب أنا عاوز أروع على السماء إيه اللي ممكن أعمله أيها فأبل ما نعرف شو فيه بالسماء ما نعرف زراحين لهنيك هذا مهم كتير لأنه لو عرفت أو جهلت وأنا مرحت يعني بيكون الأمر مصيبة لنا لو تسأل أي إنسان أي إنسان عنده شيء من الإيمان عن الحياة بعد الموت سأقول لك هناك مكان إذا كان مؤمن عنده شيء من الإيمان هناك مكان للعذاب اسمه جهنم هناك مكان مفرح اسمه السماء وكيف نذهب إلى هناك كل أديان العالم تعلم أننا نحن نعمل صلاح ونرفع لأله والله يتقبل وعلى أساس هذا الصلاح يقرر ميزان تماما ليخلينا ندخل أو لا ندخل هناك دين المسيح بموجب الكتاب المقدس هو العكس تماما وليس ما نعمل نحن ونقدم لله الذي يقرر مصيرنا الأبدي ولكن ما عمل الله لأجلنا بتجسد وموت صلب وموت وقيامة رب يسوع المسيح ما عمله لنا ونحن نتقبله هو اللي أخذ المبادرة في الموضوع هو الذي أخذ المبادرة وهو الذي دفع الثمن الفداء كلمة أو البديل هي أهم كلمة لهوتية في الكتاب المقدس من العهد القديم إلى آخر العهد الجديم دائما الله يدفع البديل على الإنسان بالذبائح مثل قصة إبراهيم وأسحاق ابنه لما قال له قدمه ذبيحة على جبل المرية لما أخذه ويدبحه قال لا تمود يدك على الغلام وأعطاه كبش ليفتديه بديل عنه حياة بدل حياة شخص يموت عن شخص وكل الذبائح كانت تشير إلى ذبيحة المسيح الذي أخذ هو نفسه خطيانا وعوقب وكأنه هو المجرم لكي يصير لنا نحن بر الله فيه أخذ مكاننا لنأخذ نحن بره فموضوع الخلاص هو في غاية الأهمية وهذا هو ملخص الإنجيل هذا الكتاب العهد الجديد هو كتاب الإنجيل المدون في رسالة الإنجيل لكن الإنجيل الخبر الصار هو رسالة ولكي نفهم هذه الرسالة ألخصها بخمس نقاط أساسية فضل الخلاص لا يبدأ في العهد الجديد ولا يبدأ حتى في الجنة قصة الله والإنسان تبدأ في فكر الله منذ الأزل صح فإذا حتى نفهم موضوع الخلاص لذلك نفهم ماذا كان في فكر الله وماذا كان في مخططه الله قدوس الله بار الله طاهر بالكامل ليس في ظلم ولا خطية البتة فالله خلق الإنسان على صورته ومثاله وكانت إرادة الله أن الإنسان في حياتي على الأرض يعكس صفات الله خاصة ولم نقول على صورته ومثاله ماذا نقصد تسمع أجوبها عديدة أكيد لا يشبهنا جسديا لكن كل مرة أتكلم في الكتاب عن خلق الله لنا على صورته ومثاله أضاف كلمة وقال الله نعمل الإنسان على صورتنا كشباهنا فيتسلطون إذن الله خلق الإنسان ليكون الإنسان يشبه الله بصفاته وميزاته خاصة لجهة أموره الخلقية الله عادل الله طاهر الله بار الله قدوس الله يكره الخطية الله حق ليس فيه ظلام ولا ظلمة وأراد الإنسان يكون مثله لكي يتسلط وهذه كلمة مفتحية أراد الله للإنسان أنه يتصرف مع أولاده مع عائلته مع الخليقة مع الكون كما لو كان الله سيتصرف لأنه كان مع طبق تاج الخليقة تماما بمسؤولية ببر بطهارة بقداسة بمحبة باعتناء فلما كسر الإنسان هذه الصورة التي فيه بفعل الخطية تشوه الإنسان من الداخل وأول ردة فعل كانت عنده أنه خاف من الله فاختبأ تاني ردة فعل عنده تدأ يتهم شريكه هي أعطتني نعم وخربت الحياة من حوله شوكا وحسكا تنبت لك فإن الله قدوس وطاهر في ذهني أن يخلق الإنسان لكي يمثله على الأرض الإنسان أخطأ وأجرة الخطية موت كان لابد أن يكون هناك فداء هذه السبستيوت البديل والفداء مرتبطة في بعض البعض كلمة فداء كانت تستخدم في تلك الأيام لشراء عبد لو أخي مثلا أو ابني استدان فلوس ما يدر ردها يأخذ المدين كعبد فأنا ومن يحب نجمع فلوس مثلا وندفع لهذا المدين بدل شراء بدفع الثمن شراء بدفع الثمن فداء ندفع عنه فيطلق حر لأن هناك من دفع الثمن وهذا ما عمله المسيح حسبه وكأنه هو الخطية صار هو خطية لأجلنا ليعطينا بره وخلاصه كيف نقبل هذا الخلاص هو بالتوبة والإيمان إذن أن ألخصه بكلمة وحدة نقول بالإيمان لكن هذا الإيمان في عدة عناصر لأن الإيمان بحد ذاته قد يكون ميت إيمان الثقة والمعرفة أنا أعرف أنا بعرف الله أنا بعرف الإنجيل أنا بعرف عن السماء بعرف عن الخلاص لكن ما بعيش وما بيختبره هذا إيمان ميت مثل إيمان الشاطين تعرف أكثر مني ومنك عن الله لكن لا تطيع فإذن ضمن هذا الإيمان لهذا هو التسليم لنعمة الله لفداء المسيح الخلاصي التسليم له والثقة به وطرح كل همومنا وخطيانا عليه طالبين غفرانه من يؤمن بدون طوبة عن خطيانا لأن المسيح عندما يقول أتى لو يخلصنا من خطيانا لا لكي يخلصنا في خطيانا هناك يقولون أنا الله خلصني باستمر بخطياني لأنصار بيغفر لي هذا لم يعرف المسيح ولا اقترب منه ولا اختبر المسيح وهو يجي يخلصنا من شوه لكي يخلص شعبه من خطياناهم فيأخذ مننا هذه الطبيعة الفاسدة الموثوقة المكبلة بالخطي يعطينا طبيعة جديدة هذا لا يعني أننا لا نخطئ فيما بعد لكن الخطيئة لن تسودكم بقول بولوس الرسول فحين نؤمن بالمسيح تصير لنا الحياة الأبدية ودعني هنا بس أضيف كلمة بعد عموما مفهومنا كبشر بيوصل لباب السماء وتقريبا وبيوقف هناك عند بعض الأديان الأخرى يعرفون أشياء كثيرة عن الجنة لكن هذه ليست سماء الكتاب المقدس هناك جنات موجودة فقط في فكر الناس ومعتقداتها من ربما ملاهي ومتع وملذات وأكل وشرب يعني كل ما يمتع الإنسان هنا وهو محروب منه فقال أنه هناك ستكون مؤمنة له بوفر أو ب هذه السماء ليست غريبة عن سماء المسيح وسماء الكتاب المقدس أما بالنسبة للمسيحيين إذا بتقل له ليش المسيح خلصك بيقول لك شغلتين يخلصني من الموت والجهنم ويعطويني حياة أبدية الحياة الأبدية نقف عندما تخلها في تصورنا البعض بظن وقف بطرس أو ملاك نعرف أن الرب يسوع المسيح لما استفانوس كان عم بيموت نعرف أنه استفانوس رأى المسيح قام وقفه عنين قبل استقباله وندخل بعدين شو منعمل هناك أمرين شوارع ذهب وترنيم كل الأبدية أحدهم قال مثل بالإنجليزي معروف بيستعملوا الناس بيستهزاء وأنا برأيي هو ليس مضحك أبدا أنه أفضل أن أكون أفضل أن يكون فرحان بجهنم على أن يكون بحالة ملل ففكر الناس أنه أنا بظل كل الأبدية عم بررتل أو مصلي أو راكع أولا الركوع والسجود والعبادة هو أمر ملذ ثانيا هذا جزء صغير من السماء نعمله في السماء وهذا ما سنتأمل به اليوم أكيد أكيد بس أنا إذا بعد إذنك أنت ذكرت خمس مراحل للخلاص إذا ممكن بس تعيدهم لأنه نعاوز أركز على هذه النقطة على أساس الدخول إلى السماء ولو بكلمات بسيطة إذا سمحت أولا فكر الله ومخطط الله لخلقنا نبدأ من هناك ماذا يريد الله ثانيا الإنسان عجزة كسر كماله كماله باختيار الخطية والأسيان بدل الله ثالثا النعمة ظهرت بالفداء وموت المسيح وقيامته رابعا نقبله بالإيمان خامسا نرجع إلى الصورة الأساسية حين ندخل إلى الحياة الأبدية ونقضي الأبدية مع الرب طيب لو حد يسمعنا يقولك أنا خاطئ شو العلاج للخطية العلاج من جهة الله كله عمل من جهة الله هو خلقنا هو عطانا الكتب وعطانا الأنبياء وعطانا الوسائل وعطانا حقه وعطانا تعليمه وعطانا ابنه وعطانا فداءه ودمه والخلاص هو هبة مجانية بأفاس 2 9 بيقول بالنعمة أنتم مخلصون بالإيمان وذلك ليس منكم هو عطية gift of God don de Dieu بيقول بفرنسي هو عطية فلو حرى لو أنا أخي مثلا أقدم لك أي هدية هذه إن كانت ملآن ماء أو ذهب ماذا عليك أن تعمل لتنالها إما تقول لا شكرا وإما تقبلها تقول شكرا لكن أن تسألني بماذا أساهم فإذا ما عادت الهدية هدية لا تستطيع شراء الهدية ولا استحقاق الهدية ولا المساهمة بالهدية عليك أن تقبلها أو ترفضها بالإيمان والتوبة وقبول مخطط الله قبول هذا المخلص الوحيد ليس بأحد غير الخلاص هذا ليس من باب التعصب ولكن المسيح هو المخلص الوحيد لسببين لأنه هو الإله الذي تجسد اثنين لأنه الكامل الذي افتدانا ما في حدا كامل وافتدانا غيره وكلنا بشر نؤمن لكن هو إله صار بشر لهذين السببين شخصه وعمله إن لم نقبله بتوبة وبإيمان وبانكسار على خطيانا وندم على خطيانا ورغبة بحياة القداسة هذه كلها تحت كلمة يسميها إيمان الثقة التسليم فأذن الله خلاص لنا مثل ما ذكرت أسيس نيكول أنه في كتير ناس بتصل عند هذا الحد أوكي لكن تجهل ما بعد الإيمان ما بعد الخلاص نعاوز أعطي فرصة للمشاهدين إذا عندك أي مداخلة أي استفسار بتحب تسأل على فكرة اليوم إحنا رح نأخذ طبعا مكالمات هاتفية حتى تستوضح أكتر وبكل سرور سنجيبك سأرجع بعد قليل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أهلا أحبائنا المشاهدين مرة تانية أنتم تشاهدون ليكن نور بث مباشر على القناة الفضائية وضيف حلقتنا اليوم القص نيكولا ياسمين وحديثنا بصراحة كتير كتير مهم وكنت بفضل وبتأمل أن يكون أكتر من حلقة وأنا حتى بالفاصل عم بحكي للأسيس أنه يمكن لازم نسرع الأمر بس هو الحديث عن ما نجهله عن حياتنا الأبدية طبعا احنا وصلنا لموضوع الخلاص وعن طريق الإيمان المقرون بالتوبة في شخص الرب يسوع ومن منا لا يشتاق إلى السماء أمين وحياة السماء بس بحس أنه مرات احنا بنجهل السماء فشوقنا شوي أكتر أسيس عشان ندرك احنا وين رايحين وشو السماء اللي بتحكي عنها كمقدم رحالي شيء ثلاث أيات بسرعة بيقول برسالة بطرس الثاني الأصحاح ثلاثة والآية 13 ولكننا بحسب وعده ننتظر سموات جديدة وأرضا جديدة أهم شيء فيها وملخصها مش كلها ذهب ولا آلئ وأنهر ويسكن فيها البر لأنه نحن بساوي خطيانا اختبرنا حياة الشر وأدخلنا الشر إلى هذا العالم لكن الشيء الرائع اللي بحب ألفط النظر إليه أخي المحبوب هو أنه الكتاب يخبرنا أكثر عن حالة رب السماء واختبارنا له وحالة المؤمنين في السماء أكثر مما يخبرنا عن المسكن الذي هو السماء وهذا أمر بديه يجب أن يشغل أفكارنا لو واحد أرادنا أن نزوج واحدة وكل ما تسأله هذه العروس لهذا العريس كيف سيكون البيت والفرش واللون والذهب والسيارة والنوع يعني بتكون هذه الإنسان مادية ومحدودة لكن هذه أسئلة مهمة لكن الأهم هو الحياة والعريس والعلاقة والشخص والتفكير والاحترام المتبادل وليس المسكن المادي بحد ذاته ويخبرنا بأيات قليلة بعض الأمور يجب أن تثير اهتمامنا مثلا بيقول يحنى الأولى الثلاثة بيقول لأن انتظار الخليقة الخليقة منتظرة يتوقع استعلان مش مجد السماء ولكن أبناء الله فالسماء هي نحن السماء بالنسبة لالله هو هؤلاء الذين أحببتهم وافتديتهم بدم ابني سيقتون إلي عائلتي أولادي مش معنات السماء مش موجود كمكان ورح نقرأ عنه بعد شوي لكن استعلان أولاد الله بدي خبركم مين هني هؤلاء أولاد الله بيقول أيضا بكورنتوس 2-2-9 بل كما هو مكتوب ما لم ترعين ولم تسمع أذن وانا هو مش عم بقرأ من كتاب ديني آخر البعض أخذ هذه الآيات وقالوا أن الله أنزلها بل كما هو مكتوب ما لم ترعين ولم تسمع أذن ولم يغطل على بالي إنسان ما أعده الله للذين يحبونه للذين يحبونه مش للذين عملوا الصالحات أكثر من السيئات وإلى آخره يحن الأولى تلاتة تنا يقول أيها الأحباء الآن نحن الآن نحن بواقع لن نستطيع فهمه أو تصديقه نحن أولاد الله بعد فيه أكثر من هيك قال ولم يظهر بعده ماذا سنكون وكأن الله أعدلنا من المفاجآت ما يكفي إنه قلنا بس توقعوا وانتظروا ولكن نعلم أنه إذا أظهر نكون مثله وقات إلى الأرض وفتدان وصار مثلنا حتى حين يظهر نكون مثله مش مثله في اللهوت أي آلهة ولكن مثله بمحبته وبفدائي وبخلاصي وبطهارته وبملكي قال كل ما هو للآب فهو لي ونحن وارثون لله الآب في المسيح فكل مجد المسيح سيشاركنا به مثل ما لنقل عريس ملك عظيم يمتلك من المجد والكرامة وأحب فتاة صبية فقيرة معدومة وقال لها حين تزوجيني كل ملي فهو لك هذا لا يعني أنها أصبحت هي الملك ولكن أصبحت شريكة بأمجاد الملك لأننا سنراه كما هو وأنا بقول الإنسان اللي عم بعيش بهذه الحياة يصلي ويعمل أعمال ويعمل أشياء لأنه بده جواهر أكتر أو أمجاد أكتر في السماء هذا إنسان أناني ولم يختبر عمق العلاقة مع الله ومع المسيح ترك الشخص ترك الله ترك محبة الله واهتم بالأمور المادية لما بنحكي عن السماء في بعض الأمور بحب أني تشارك فيها قد ما يسمح لنا الوقت اليوم ما هي المفهيم الخاطئة عن السماء أوكي فإذن يعني لأنه اليوم إحنا يعني اللي بشاهدونا كل نوعيات الناس مسلمين مسلمين وكل واحد أهلا وسهلا فيهم جميع فكرة معينة عن السماء أو عن الجنة وأنا وإنت منعرف أنه في أفكار مغلوطة عن موضوع السماء إذا ممكن تشاركنا فيها شكرا أخي أنا أحب أنه هناك أفكار مغلوطة ونحن الأفكار الصحيحة ليس لأنه نحن أبر أو أذكى أو أطهر من أي أحد آخر ولكن من يؤمن بكلمة الله هو يعرف الحق ثبتهم في الحق كلامك هو حق فنحن لا نخبر بما نعتقده ولكن مثل ما أرينه ولكننا بحسب وعده ننتظر سموات جديدة نحن طبعا هو الكتاب المقدس هو الدستور والمرجع الأخير يعني هو اللي بحكم في كل شيء معلوماتنا هو فقط من الكتاب المقدس وانا هو بس بدي أقول أسيس نيزار ديش سمعت عن الناس من كل الخلفية الدينية اللي بقولوا نحن لا نؤمن بالكتاب المقدس وسؤالي البسيط هل قرأته أنا مش كل كتاب قرأته بالحقيقة أؤمن به أنا قرأت كتب أديان أخرى لا أؤمن بها لكني قرأته لا أخاف من وحكم عليه مش مما سمعته عنه بل مما سمعته منه أنا مثلا أخذت بعض الكورسات عن دياني الإسلامية في كلية اللهوت فأنا قلت لا أريد أن أتعلم عن الإسلام من خلال كتاب عنه أنا أريد أن أقرأه فأنا درست القرآن درست الصحيح البخاري ودرست الأسيرة النبوية وغيرها ولا أخشى أن أقرأ أي كتاب إلا إذا كان كتاب خلاعي الله سمح الله لكن أنا أنصح أي إنسان ليقرأ هذا الكتاب قبل أن يقول هو كتاب خاطئ بدي أقول أول شي لما منموت لا لن نصير ملائكة بقوله صار ملائك في السماء أو صار ستار صار نجمة في السماء لا لا رح نصير نجوم لما منموت لا رح نروح للمطهر لماذا؟ لأن المطهر موجود فقط في أفكار ومخيلة بعض الناس بالكتاب لما الواحد يموت إما يفتع عينيه في أحضان إلهنا ومجده إما يفتع عينيه معذب في اللهيب كما نقرأ فيه بس تمضح كلمة المطهر لأنه ليس مفهومي للكل المطهر هو مكان وسطي بين جهنم وبين السماء الذي يذهب إليه بعض الناس اللي نقول الوسطيين ليسوا أبرار وليسوا أشرار فيقضون مدة عقاب معينة حسب الصلوات حسب الصلوات لأجلهم وحسب فترة عذاب جزئي اللي يكفروا عن ذنوبهم لكن هذا بالمفهوم اللاهوتي للكتاب والمسيحي هذا ينصف عمل المسيح التطهيري على الصليب وكاننا ننطهر عن نفوسنا فهذا المكان الوسطي غير موجود في كلمة الله ليس موجود نرجع لك كلمة الله أي شيء نقول عنه نؤمن أو موجود أو ليس موجود هذا لا يعني بلاهوت الإنجليين أو عقيدة نقول الكتاب دائما الكتاب ولن نصير أرواح أن نكون أرواح في السماء هي مرحلة وقتية لأنه جسد يذهب إلى التراب والأرواح تذهب إلى السماء لكن في القيامة الأجساد ستقوم أيضا ولكن ستتغير وتكون قادر أن تعيش للأبد ولا تموت فيها بعد مجال السقوط مجددا لأن الخطيئة لن توجد فيها بعد ولا شيطان فيها بعد لن نقضي الأبدية نبكي على أقاربنا الذين في جهنم هناك الكثير يسألون إياها بصراحة لأنه يقول هناك سيمسح كل دمعة من عيوننا العلاقات البشرية التي تربطنا هنا هذه وقتية ولكن نذهب إلى السماء لن نحبهم أقل لكن لن نحبهم بنفس الطريقة العاطفية الشخصية أمي أخيه إلى آخره لن تكون هناك مكافآت للمؤمنين لبعض المؤمنين الذي بنوا على خشب وعشب وقش أي بمعنى آخر خدموا بطريقة خطأ أو بدوافع خطأ أو لأهداف خطأ أو بكذب أو برياء الكل مخلصين بدم المسيح اللي آمنوا نعم الكل صاروا أبناء الله نعم لكن مش الكل رح يكون على نفس المستوى على نفس المستوى من المجد تماما يعني حضرتك أخي المحبوب عندك عدة أولاد وأحفاد لو سألتك هل تحبهم بتمييز تقول أبدا كلهم أولادي وأحفادي لكن أقول لك هل راضي عليهم كلهم بنفس طريقة اللي لا في حدا راضي عليه أكثر أو أقل بحسب تجاوبه أبوتك لهم هي بسبب ولادتك لهم ثابتة لكن رضاك عليهم بسبب تجاوبهم فهذا يتغير ربما ولد أولادك تأتمنوا على كل شيء ولد آخر إلى آخري أنا بحكي بشكل عام أيضا لن تذهب أرواحنا لثلاثة أيام أو أسبوع أو أربعين يوم بالدور حول أقاربنا ولا يأتي وقت فيه اللي تتواصل أرواحنا معهم ويانا في ناس بيميرسوا الشعوذة بيحضروا خالوا وأبوه وجده ويحذر من كل المشعوذين وكل الشعوذة والسورسري السحر والتعامل مع عالم الأموات الكتاب يحذرنا كل التحذير لأنه هذه ليست النفوس هو ليس أبوه وخاله لأنه أبوه وخاله إما في السماء وإما في جهنم ما حدا بيقدر استحضرهم هذه أرواح شريرة تتلبس هذه الأشخاص وحالتنا ثابتة بالمكان الذي نذهب إليه ولا مجال لا إرتقاء بسبب صلوات الناس لنا دعني أقول أمر محزن من دون ما يعني أزعج أحد أكبر خدعة في العالم المسيحي وغيره من الأديان هو الصلاة لأجل الموت لراحة نفوسه قال هو عظيمة قد أثبتت من كلام المسيح ربنا في لؤسطة لا أحد يستطيع الذهاب لا من هنا إلى هناك ولا من هناك إلى هنا فكرة أنه أنا بكرة بموت وبيعملولي نوع من الصلاوات عن راحة نفسي فترتقي روحي أو نفسي من مكان إلى مكان هذا أمر لا وجود له في الكتاب المقدس على الإطلاق وفي كل هذا الكتاب لا نرى أحد صلى مكلم ميت ولا صلى لأجل ميت يبدو كان فيه اتصال فبس خلينا نرجع وضح للنقطة ما في حدا بها الكتاب لا في العاد القديم ولا الجديد صلى وناجى ميت يعني يا مار إبراهيم أو مار موسى أو مار إليا في العاد القديم أو مار يعقوب أو مار استفانوس في العاد الجديد لأن الصلاة لأي أحد غير الله هو إشراك بالله ولا أحد صلى لله لأجل أحد أذكر أبي أو أمي أو خالتي هذه أمور غريبة عن الكتاب المقدس طيب خلينا أخذ مكالمة بعد إذنك أبو رامي أهلا وسهلا أبو رامي أنت معنا على الهواء رامي أهلا وسهلا خير رامي أنت معنا على الهواء تفضل سلامة نعمة ياسوع المخيح ربنا دارك أخ نزار حبيبي ربنا يباركك أهلين أهلين أخرامي والأسيس ميتولا ربنا يباركك ويبارك خدمتك أهلا وسهلا فيه ما حطول أنا حبيبي أنا من العابرين من عشر سنوات ربنا يباركك ربنا يبارك ربنا يبارك شغلي بعد الموت الدفن يعني ما هيكون على الطريقة المسيحية طبعا حيتفوني بالطريقة الإسلامية مع أني أنا عامل وفي قال لي دعوشي بيأثير والتاني شغلة عندي أختي أنا كانت من يعني المتعصبين للإسلام وكاني تصليني لها حتى الله يهديني ورجعني لعنده هلأ هلأ هي عم تسألني عن يسوع المسيح فنبدي صلى ربني وصل الرسالة لقلب الأختي وبدأ أهم شيء أول شيء عرقتي بالإيمان المسيحي شكرا يا خي شكرا كتير عم شاركتك ربني باركك يا أخ رامي شكرا كتير وإحنا هون في عنا فريق من الصلاة رح نسندك في الصلاة من أجل أختك ومبروك عليك يسوع وربنا يباركك يعني السؤال كان استشفيت من الموضوع على طريقة الدفنة طريقة إسلامية مسيحية كده مع أنه كاتب وصي وهاي على فكرة كتير من أحبائنا العابرين في الدول العربية يعني سيقيمنا لنكون على شبه سورة مجده يوسف لما مات في أرض مصر دفنوه حنطوه على الطريقة المصرية هذا لا يغير شيء دود حياكل التراب تبع المؤمن وتبع غير المؤمن والمصري والمسيح والمسلم واحد اثنين بالنسبة لأختك أنا وصلي لأجلها ولأجل خلاصة أنا بدي أقول بالحقيقة وهذا كلام مش مجاملي عندي محبة كبيرة لأخوتنا المسلمين وكل الناس أيضا لأنه كتار منهم عندهم غيري لله وعندهم تقوى لكن هذا اللي عرفوه يعني أحيان كتار من أصدقاء المسلمين بيتربوا على الخوف من دين المسيحيين وكتاب المسيحيين وأنجيل المسيحيين لكن صلاتي وأنا ربنا أعطاني امتياز أني أربح الكثير منهم للمسيح ومؤثر تجاههم لازم أربح أكتر لكن من صلي لأجلهم أخي مثل ما رب فتح قلبك يفتح قلب يعني أنت حديثك عن بعض الأشياء المغلوطة في موضوع السماء والحياة الأبدية كتير مثلا من حديثة مع أحباء المسلمين بفكروا أن القبر هو كأنه نهاية كل شيء فبيخافوا من شيء ما يسمى عذاب القبر مع أنه أنت ذكرت أنه هذا جسد خلص بيتحلل أهم شيء الروح طبعا أخي لحظة الإنسان يغمض عينيه في هذه الحياة بيقول بالكلتاب فترجع الروح إلى الله الذي أعطاه ويرجع التراب إلى التراب بقصة العازر والغني الغني فتح عينيه فرأى نفسه في الهلاك هي قصة عذاب القبر والصورات والعازر في السماء كل هالكلام يعني هيدا أمور لأنه أؤمن بها لأنها غريبة عن كتابنا المقدس ولكن كمان ذكر قال أنه بحب يعرف عن حياته الأبدية وأنا بهالنيك خيرا منك قلت أنه بتحب تعرف كيف بدك تعيش هون وهيدا الأناف المقدمة أنه كل هالكتاب كتب ليعلمنا عن حياة البر والتقوى والإيمان والقداسة وأطاعة الله والقليل عن السماء ورح نحاول أنه نذكر هالقليل هذا أخذ مكالمة بعدين نكمل في القليل يعني نعم أوكي أهلا وسهلا أبو مهند أنت معانا على الهوى أبو مهند أنت معانا على الهوى مش عارف إذا معانا أبو مهند مساء الخير مساء الخيرات أبو مهند تحية محبة للأخ وصديق العزيز نزار شاهين وضيفه الكريم أهلا وسهلا أبو مهند كلمة تقول الدمعة الأخيرة ويمسح الله كل دمعة من عيونهم رؤية يوحنى سبعة سبعطاش إن الدموع هي جزء من حياتنا والناس في كل مكان يضرفون الدموع فقط التي خلقتنا تستطيع أن تصل إلى نبع الأحزان وتنشفه فتيمسح الله كل دمعة من عيوننا أمين منها دموع التعاثة دموع الفقر دموع الألام دموع الشك والفشل دموع الخوف دموع الإهمار دموع الأطراف نعم كل دمعة ستمسح بيده الحنونة يد الذي يعرف جبلتنا يا عزيزي المتألم والحزين إن ألمك وحزنك الحار سيأتي إلى نهايته ويثبت لنا المرنم دعوز هذه الحقيقة طائلا عند المساء يبيت البكاء وفي الصباح طرنهم في ذلك اليوم الأبدي الأخير لن يكون هناك بكاء ولا دموع فيما بعد فيا له جوم بهيد تحس يمسح رب لا بكاء وضع في ذلك الربوع في سماء بقرب يسوع هللوا للعمل يحموع السماء تعني لا ألم لا ليل لا دموع لا موت وتحية محبة أخي العزيز نزار شهيد وشكرا لك شكرا جزيلا أبو مهند ربني باركك على هذه المداخلة وهذا يعني السؤال اللي بيقودني إنه نيجي لموضوع الحياة الأبدية حالتنا الروحية إذا ممكن تتحدث عن هذا الموضوع رح جرب يعني أحكي بالوقت القصير البيئي معنا الوقت من أول السماء تعني أربع أمور مبدئيا واحد رب السماء اتنين أولاد أو عائلة السماء نحن تالتا السماء نفسها ورابعا ماذا سنفتقد أو غير موجود في السماء أو من لم يذهب إلى السماء وأبدأ بالأولى لأنها الأهم لأنه رب السماء أهم بكتير من التفاصيل الأخرى التي لا نستهم نستهم بها مثلا بيقول بمزمور 17-15 قال أما أنا فبالبري أنظر وجهك أشبع إذا استيقظت بشبهك I will be satisfied in your presence إذا بوع وإنت لما بصح من الحياة بلاقيك أدامي أول حقيقة أننا سنراه سنراه لأن الله بالنسبة لألنا في الكتاب لم يعود إليه الخالق القدوس البعيد لخلق هؤلاء الناس على هذه الذرة اللي اسمها كوكب الأرض ونحن ذرات عليها بل هو إله شخصي لنا وحين علمنا أن نصلي علمنا أن نصلي أبانا الذي في السموات كلمة الله الأب موجودة في الأربع نجيل 174 مرة وكلها من تعليم المسيح الأب الأب حين تصلي في الخفاء أبوك يراك ويسمع حين تعطي صدقة أبوك الذي الخفاء يرى صدقتك أطلبوا من الآب الآب نفسه يحبكم الطوبة للأنقياء القلب لأنهم يعاينون الله بمتى خمسة ثمانية إذا هو الله الأب أو الأب بالعربي الدرج فإذا ماذا نحو نسبي له نحن أولاده وهذه النقطة الثانية قال وأما كل الذين قبلوه فأعطاهم فرصة أعطاهم ربما لعلهم وإن شاء الله لا بالكتاب ما في كل التعبير اللي فيها حالة التمنى بيتكلم عن اليقين عن التأكيد أعطاهم سلطان أن يصيروا أولاد الله أي مش المسيحيين المعمدين أي المؤمنون باسمي موضوع إيماني إيمان شخصي بعلاقتنا مع الله فأذن أهمية الحياة مع الله هي هو ونحن علاقتنا مع بعضنا البعض الله أراد من الإنسان ومن البشر أن يكونوا أولاده عائلته كان ينزل الله يتمشى مع آدم في الجنة ولما نخلص في الحياة الأبدية لن نرجع إلى الجنة التي كانت في جنة عدن في الأرض ولكن سنذهب إلى فردوس السماوي الجنة السماوية أو الحياة الأبدية معه فأذن أهمية السماوية هي عائلة مع أبيها أيها لازم هيك نبليش نفكر العلاقة معه نكون معه نكون مثله يكون عندنا فالوشب شركة معه قالوا عبيده يخدمونه فإذن هي العلاقة في مكان ما بين الآب السماوي وبشر ترابيين أرضيين أخطأوا عوجوا المستقيم افتداهم الله آمنوا به وضعوا كل ثقتهم به وسيرثون معه الحياة الأبدية سيبقى الله وسنبقى بشر لن نصير آلهة في البعض بيظنوا رح نصير آلهة ولكن سنتشارك معه في مجده ونحيا معه إلى أبد الأبدين البعض بيظنوا أن السماء هي مكان ممل هي مكان ممل لمن لا يحب الله يعني لو أنت رحت تزور شخص لا سمح الله لا تحب ولا يحبك أي شيء تعمل هناك سيكون ممل لك لكن إذا فيه شخص بالنسبة لك أهما في الوجود بالآخر ترى أخي الحبيب بعض الناس الذين يشيخون مع بعضهم أزواج زوج وزوجة بيقعدين في مكان فقير أو بمكان للمتقاعدين سينير هوم وما بقى فيه لا جمال ولا شهوة وممنوعين عن نص الأكل لكن إذا واحد منهم غاب الثاني بيشعر وكأنه تاه وضاع ما الذي يجمع هذين العجوزين الذين لو عندهم خيرات الأرض لا يستطيعون تمتع بها سماع خف ونظر خف وما بيقدر يهضم الأكل هو الشخص هو الشخص فإذن السماء هي مكان فرح والسماء مكان بهجي ومكان رجاء لأننا موجودين في حضرته أي شيء يريده لنا نحن تحت أمره وعنه نعرف أن الله ليس ممل انظر إلى الفراشات انظر إلى طيور السماء انظر إلى زنابق الحقل تدرك أن وراء هذه الخليقة الرائعة إله رائع وخالق رائع فإذا كان في الأرض الملعونة توجد هذه الأمور الجميلة انظر إلى طفل انظر إلى قطة صغيرة تلعب انظر فكان بالحري في المجد السماوي هل يمكن الله يبدع في الأرض أكثر مما يبدع في السماء لنا لخلقته نقطة تالت في غاية الأهمية قال سنكون مثله وقول فإن سيرتنا نحن هي سيرتنا مواطنيتنا هي في السماوات التي منها أيضا ننتظر مخلصا هو الرب يسوع المسيح الذي سيغير شكل جسد تواضعنا الجسد التراب الذي يشيق ويموت ليكون على صورة جسد مجده بحسب عمل استطاعته أن يخدع لنفسه كل شيء نحن ربما لنا هذا أمر مستحيل كيف إنسان مات وأكله الدود والدود مات ونبت نبتات وأكلت البأرة أجلك ورجعت وتحول ريسايكل مئة مرة كيف يمكن أن يقوم الله الذي خلق الإنسان من العدم أول مرة لا يستطيع أن يأخذ زراته ويخلقه ويقيمه ثانية بحسب عمل استطاعته لكن المهم سنكون معه وسنكون أيضا مثله في أمور أخرى تخجلنا بعظمتها من امتيازات الله لنا بطرس ثاني واحد ثلاث الأربع بيقول كما أن قدرته الإلهية قد وهبت لنا كل ما هو للحياة والتقوى بمعرفة الذي دعانا بالمعرفة بكلمة الله بالمجد والفضيلة المجد والفضيلة من خلال معرفة الله لذين بهما قد وهب لنا المواعيد العظمى والثمينة لكي تصير بها شركاء الطبيعة الإلهية أنا وقت تفكر بهذا الموضوع وأقول من أنا الإنسان المحدود بكل ضعفاتي مائت من تراب إلى تراب عود لكي يهبني مواعيد عظمى وثمينة بها أصير شريك الطبيعة الإلهية مرتين هذا لا يعني أنني أصير إله لكن يعني أنني أصير أحب البر وأهرب من الشر هاربين من الفساد الذي في العالم بالشهوة بنومي 28 يقول لنا ما هو قصد الله وغاية الله من عمله فينا كبشر أكان في حياتنا هنا على الأرض وأستمرارها في الأبد يعني يسأل الإنسان طب ما غاية الإيمان ما هي الغاية القصوى والنهائية للإيمان في المسيح نقرأ الكتاب لا هذه وسيلة وليست الغاية نصلي هذه الوسيلة وليست الغاية نذهب الكنيسة ما هي الغاية قال لأن الذين سبق فعرفهم سبق فعينهم ليكونوا مشابهين صورة ابنه ليكون هو بكرا بين أخوة كثيرين وكأننا بقلنا هو أخوكم البكر أي المسيح ولكي تردوني صيروا مشابهين له فكل يوم أنت نسمح للروح القدس روح الله فينا ولكلماته وبحياة التقوى التدرب أن نصير مشابهين للمسيح أكثر كل ما اقتربنا من تحقيق رغبة الله فينا إن كان في هذا العالم أو في الأولي فكل يوم مثلا أسأل نفسي لو أنا على طريق السماء هل أنا محب كما مسيحي أحب هل أنا غفور كما مسيحي غفر لي هل أنا متواضع كما أنا ربي تواضع وغسل أرجل التلاميذ هل أنا أعيش لإرضائه كما المسيح قال مسرة أفعل المشيئة الذي أرسلني هل أنا مستعد أن أضحي في نفسي كما أن المسيح أتى ليعطينا حياته ليبذل نفسه وفدة عن كثيرين فكلما اقتربت من الشبه في المسيح كلما أنا أختبر السماء في حياتي على الأرض وسأختبره في السماء في حياتي بعد الأرض هذه بالنسبة لعلاقتي مع المسيح علاقتنا مع المسيح لكن في علاقتنا كمان مع في علاقتنا أيضا مع نفوسنا مع نفوسنا مثل ما قاله بترس للمسيح قاله شوف يا رب بالحقيقة أقول لك شيء هو هذا نحن قد تركنا كل شيء وتابعناك لألك ونلحقك وفهمنا بس ماذا يكون لنا تعرف بترس هذا الشخص الطيب المندفع المندفع الصريح يعني أنتو أمجدك وأشكرك وأعبدك وأموت لأجلك ونحمل الصليب لأجلك فهمنا ونحن مستعدين نحن نحبك وأنا مستعد موت عنك كمان بالآخر اكتشفنا ضعفه و اكتشف ضعفه ونعيش الحياة بس بصراحة ماذا يكون لنا وشوف الرب ما وبخوا على هذا السؤال ما قاله حرام تفكر في نفسك وربما كلنا نفكر بذلك أنا عشت كل هذا الإيمان صديقي أو ابن عمي أو قريبي اغتنى اشتهر وأنا لأني عشت الإيمان ورفضت خفاية الخزية أو ربما الرشوة أو التهريب يا رب يعني شوف حالتي مثلا أو ربما أحد اضطهد لأجل المسيح خسر بيت أو ربما أجزاء من جسمه أو هدد في القتل أو أخذوا منه زوجه زوجته يجبون أنا ماذا يكون ليه فسنتأمل أيضا ببعض دقائق عن امتيازاتنا في حياتنا في السماء أول شيء بيقول لأن ملكوت الله ليس أكلا وشربا بل هو بر وسلام وفرح في القدس كل مرة تكلم عن السماء في أي مكان في الكتاب خاصة في الحياة الأبدية في رؤي يحنى يتكلم عن فرح في السماء يتكلم عن مجد في السماء يتكلم عن عمل ونشاط في السماء رؤي يحنى 22 أصحاح هي الأمور الأخيرة والحياة الأبدية وسلسلة أحداث تحصل ودينونات وأمور لكن في أمور معينة للإنسان ما بلاحظها هي أنه فيه 14 ترتيلة أو تسبيحة دوكسولوجي بسموها دوكسا من تمجيد تمجيدات لله كل مرة يحصل شيء في السماء أو يقول شيء الرب يسوه خاصة أو يحصل على الأرض فترى إما الكنيسة إما المؤمنين إما الـ 24 شيخ إما الملائكة إما وقفته إما سجدت وأما سبحت وصرخت بصوت عظيم أنا عدة مرات بقول للأخوي اللي عم برتله في الكنيسة بباكة عم بلحنوا وصوتاتي ويقولوني يقبلوني يا أخوي أنتوا مش خرجوا تروحوا السماء لأن في السماء هناك هتاف هناك صراخ لدرجة إما كانوا يرنموا لما كانوا يسبحوا مش عم يعملوا واجبات وتقوص دينية فتهتز السماء وتحصل زلزلة عظيمة في السماء هناك فرح هناك إله حي هناك إله قدير وقدوس فنحن سنأخذ هذه الطبيعة منه وسنتفاعل معه في عبادته في نفس الطريقة مرة تثيرة لما بعمل عرس زواج ويجمالة بتكون في بنت هكي مهزبة نعمة بتعرف أولاد الكنائس وبنات الكنائس وموظر أحيان هيك متواضعين ومحتشمين لكن ترى هذا الشاب العريس بتطلع سعيد إلا هذا هو زيت والشاب اللي بنعارفه عم يرقص فرحان بده يحمل عروسه وبده عم يطلع بعيون براقة فإذا كنا نحن كبشر نتفاعل بهذه الطريقة مع من نحب كم بالحري ربنا ومخلصنا الذي قال أنه العريس ونحن العروس الذي يعمل على تهيئتنا هنا لنليق به وفي السماء في عشاء عرس الخروف ستنزل الكنيسة المؤمنين كعروس مزينة لرجلها هو إذا قد صار صوت العريس أتى ومهل سعدوا لقائه السماء لا ليست مكان ممل بالحقيقة المكان الممل في الأبدية هو جهنم لأنه يسميه موت وبالموت لا في فرح ولا في أكل ولا في شعور ولا في إثارة هو ليس موت بمعنى العدم لكن بمعنى الانقطاع عن الحياة ومصدر الحياة في ظلم في صراخ وفي ظلم وفي صراخ وفي ملل وما في فرح وما في هدف وما في رجاء وما في مخلص وما في إله وما في لك المجد يا من رحمتنا يا من خلصتنا في السماء سنكون أبكار مرة فكرت أنا شو يعني سنكون أبكار أبكار أي جمع بكر بكر هو الأول بين أخوته قال وكنيسة أبكار مكتوبين في السموات وإلى الله ديان الجميع وإلى أرواحي أبرار مكملين البكر هو من له امتياز بين أخوته في العائلة امتياز في الميراث وامتياز في يحلبد الأبو في نصيب اتنين نصيب اتنين في الميراث هذا بمجد بكل بكل حضارة وثقافة هناك احترام للبكر للكبير أخونا الكبير أختنا الكبيرة عم بقول أننا كلنا كنيسة أبكار كلنا لنا انتيازات البكورية كل واحد مننا مميز بنظره كل واحد منه هو أول من نوعه بنظر إلهنا قال أيها الأحباء الآن نحن أولاد الله ولم يظهر بعده ماذا سنكون لكن نعلم أننا أنه إذا أظهر سنكون مثله وكلمة مثله كلمة مفتحية إن كنا نريد أن نكون مثله هناك يجب أنه كما سلك ذاك أن نسلك نسلك نحن أيضا وخاصا برسالة يحن الأولى عدة مرات بقول لازم نسلك كما سلك ذاك سلك ذاك نكون أبرار أو أطهار كما كان ذاك نكون عايشين حياة رايتشوسنس نكون عندنا البر كما سلك ذاك وأن نعيش في هذا العالم ونمثله يعني يجب أن الناس لما يشوفونا يعرفوا خصال المسيح من خلالنا وكانوا بقولوا إذا كان المسيح مثل وأنا هيك بحكر تجاهك خيي أسيس نزار إذا كان المسيح مثل خيي نزار فعلا ينحب لأنه أرى المسيح في خصالي وحياتي وأنا أنت بركي شخصي لألي لكن أنا أقول أن هذا يجب أن يكون منطبق على كل مؤمن ربما الناس لن توافقنا على أفكارنا ومبادئنا وإيماننا وكتابنا لكن لازم يقولوا لكن حياتهم نحبها حياتهم نحبها أسيس نيكولا يعني أنا عارف أنه هذا موضوع طويل وانت لمست يعني شيء يعني احنا يمكن فيه أمامنا ثلاث دقائق إذا عاوز تلم الموضوع يعني إيه الرسالة اللي عاوز توصلها لأخوتنا وأخواتنا المشاهدين رأيي واحد بقول يا لعمقي ومع أنه بعد ما يعني بعدنا بأول موضوع زلت أين مرتين ربما مثل ما حكيت موضوع بقول يا لعمقي غنى الله وحكمته وعلمه ما أبعد أحكامه عن الفحص وطرقه عن الاستقصاء استقصاء بقول بالإنجليز معناتها untraceable لا يمكنك تتبعها فإذن السماء ما نعرفه هو نقطة في محيط السماء والأبدية قصد أن تكون لنا مفاجأة وسلسلة مفاجآت في علاء وكان نعم بقول أنا أحببتكم خلقتكم فديتكم أعطيتكم من خلال المسيح حياة أبدية عيشوا لي وطيعوني في هذه الحياة واتركوا الأبدية لي أنا بعرف كيف أكرم الذين يكرمونني وهذا بيأخذنا للفقرة الأولى التي تكلمت فيها في الحلقة أنه كيف أحصل على الحياة الأبدية إذا ممكن يعني ولو في دقيقة يعني الشخص الذي بيسمعني لأول مرة كيف ممكن يحصل على هذه الحياة الحلوة الحياة الأبدية التي ذكرتها رسالة رسالة الخلاص بموجب العهد الجديد هي مختلفة عن كل تفكير ديني في هذا العالم كل الأديان تجتمع على بالآخر نوع من التفكير كن كويس أعمالك الصالحة أكتر شوي من السيئة واتكل على رحمة ربنا هذا لا وجود له في الكتاب لأنه يقول أنه ليس بار ليس ولا واحد الجميع أخطأوا أموات لا نستطيع أن نرضي الله ولكن الله يستطيع واستطيع أنه يفتدينا لسنا نحن من نقدم أضاحي لله لكن هو الذي ضحى بابنه بموت على الصليب إن آمنا به بتوبة وإيمان وتسليم لنا خلاص حياة أبدية إن لم نؤمن به نحن رفضنا مخلصنا الوحيد لأنه جاء من السماء وتجسد وعاش بيننا ومات ودفن وقام وقام هذه حقيقة القيامة هي أقوى زلزال في وجه كل أديان وفلسفية العالم قام المسيح وهو حي والذي قام وصاعدني للسماء يستطيع أن يقيمني ويخلصني ويعطيني حياة أبدية أمين شكرا كتير قسيس نيكولا شكرا يعني مثل ما الكتاب بعلمنا اليوم إن سمعتم صوته فلا تقسوا قلوبكم أمين هو ذا الآن وقت مقبول هو ذا الآن وقت خلاص ونحن نشكر الله أنه كانت المبادرة منه كل ما عليك أنك تيجي تيجي لعند الرب هو أكمل عمل الفداء لكن كل ما عليك أنك تصرخ من قلبك أمين تقوله ارحمني أنا الخاطئ أنا بدعوك يا رب تكون مخلص وسيد وملك على حياتي إذا بتحب أي مساعدة روحية تواصل معنا ربنا يباركك أمين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر